خليني أبدأ مع سيادتك سيادة النائب مصطفى بكري يعني حضرتك طبعا متابع للمشهد كمواطن مصري كيف تقرأ هذا المشهد اللي النهاردة ومبارح يعني الحقيقة كل الناس شايفها المصريين بيتحدوا كل الظروف عملية إرهابية حصلت في اسكندرية من كام يوم واسكندرية مولعة بالناخبين يعني الناس وقفين في التوابير ويرقسوا وبيهيسوا قدام اللي جانب الأعلام المصرية شايف ده ازاي أستاذ مصطفى يعني أنا أعتقد كل من يقرأ تاريخ الشعب المصري يعرف تماما أن هذا الشعب قادر على تحدي كل الأزمات والمواجهات اللي بتحاول تعترض سبيله زي ما اسمعنا النهاردة مواطنين من اسكندرية قال لك أن العملية الإرهابية دفعتنا إلى أن نأخذ موقفا متشددا وأنه لازم نطلع على عكس ما كانوا يبغونا من وراء هذه العملية إصارة الفزع والخوف وأن الناس ما تطلعش تدلي بأصواتها الانتخابية الأمر الثاني الحقيقة المشهد اللي يدعو إلى مش هقول الدهشة لكن يدعو إلى مزيد من الإعجاب هو مشهد المرأة المصرية المرأة المصرية هي القاطرة اللي احنا بنشوفها في كل الانتخابات والخروج دفاعا عن الدولة المصرية شفناها في تلاتين يوليوم شفناها في ستة وعشرين يوليوم عندما خرجت التفويل للرئيسة الفتاح السيسي شفناها في طوابير طويلة جدا في أيام كانت يعني فيها حر وفيها صعوبات شديدة وتحملت لساعات طوال أن تبقى المرأة نفس المشهد بيتكرر مبارح والنهاردة وعلى فكرة النهاردة أقبال شديد جدا يمكن يأتي ضعف اللي كان موجود مبارح يعني اللي كان الآن مزدحمة في كل المحافظات أنا قبل ما يجي تصل بعدد من الناس في المحافظات وفي اللي كان الرئيسية في زحمة شديدة ده يدل على وعي الناس وإدراك الناس أنه القضية مش قضية أنه راح ينتخب رئيس القضية أنه راح يعلق للعالم أنه طرف أساسي في صناعة القرار أنه شريك في المسئولية السياسية أنه بيستخدم حقه الدستوري لاختيار رئيس الجمهورية أنه حاسس بالتحديات اللي بتواجه بلده من الداخل والخارج وجاي في هذه اللحظة ليقول للجميع أنه نواقف مع بلدي طبعا في بعض الذين يعني يجلسون على المقاهي أو على بيلعبوا على الفيسبوك اللي دول من أنصار نظرية موسيسي ناجح ناجح احنا عايزين يبقى موجود بسحر وحن يعملين قبل كده يا أستاذ مصطفى مع مرسي وشفيق ورحوا يصيفه وفي الآخر اللي بيسنا في مرسي ثلاثة مليون لبسونا وكويس نحن لبسنا الحمد لله لبسنا ولبسناه لبسناه في الحيطة فأنا بقول أنه يعني المشهد في كل الأحوال اللي هو رسالة للعالم طبعا الشعب المصري شعب عارف حقوقه كويس شعب واعي بالمخاطر اللي بيتواجهه شعب بيلتف حول قائده تحت شعار رد الجميل يوم الوفاء وده اللي اسمعناه من الناس طبعا شعب